وفي مدخلة على الهواء مباشرة خلال نشرة سابقة قالت الدكتورة حورية ديري ممثلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة تواجدت منذ الصباح الباكر وقام أعضاء المؤسسة من المفوضين والمختصين في الأمانة العامة من التأكد من كافة الإجراءات المرتبطة بالانتخابات أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من المفوضين والمختصين في الأمانة العامة متواجدين في هذا المركز منذ الصباح الباكر للتأكد من الجراءات والعمليات قبل بدء عملية الاقتراع بدءا من التأكد من وجود أعضاء اللجنة أعضاء لجنة الاقتراع ووجود الصناديق وأن تكون فارغة تماما من الاستمارات تم التأكد من وجود استمارات اختيار المرشحين ووجود عدد كافة من العضاء اللجنة لإرشاد ناخبين وتوجيههم نحو ممارسة حقهم في اختيار المرشح المناسب كما تم التأكد أيضا من البدء عند تمام الثامنة لأعمال عملية اختيار المرشح وفي الحقيقة لاحظنا بأن الإجراءات تسير بسلاسة ووضوح تام توافد الناخبين للأمانة بأعداد وفيرة جدا من الصباح الباكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر